السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جميلة حدقات دورة عملية في الإلكترونات الرقمية واليوم بدنا نحكي عن حاجة أكبر ودوائر شوي أعقد اسمها الذواكر أو الميموريز أكيد في حياتك سمعت الذاكرة أو الميموري أو الحاجات اللي بنخزن فيها اليوم إن شاء الله بدنا ندخل شوية في تفاصيل هذه الدوائر ولكن في البداية بدنا نتعرف على تاريخ الدوائر هذه اللي هي الذواكر ونشوف هل إحنا قبل هيك شوفنا ذواكر ولكن إحنا مش عارفين إنها ذواكر ولا لا طبعا عالم الذواكر يمكن بدأ من زمان جدا 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 ولكن يمكن حوالينا تم تقسيمها إلى ثلاث أقسام أول قسم اللي هي الأوبتيكال ميموريز بالعربي يعني الذواكر الضوئية لما أنت تقول ضوئية إيش يعني كيف هل الضوء يخزن داتا معينة أو بيانات معينة يقول لك لا هما بيستعملوا زي السيديروم أكيد السيديروم كل واحد فينا شاف السيديروم في هذا العصر لحتى هذا العصر أعتقد أنه الجميع شاف السيديروم السيديروم هي شباب عبارة عن قرص ولكن يتم تخزين البيانات عليه ويتم قراءة وتخزين البيانات عليه عن طريق الضوء وعشان هيك يسموها ذواكر ضوئية عن طريق ضوء الليزر يتم إيش قراءة البيانات هذه أو حتى إيش كتابتها ولكن في طبعا واحد تاني اسمه الماغنتيك ميموريز اللي هو ذواكر مغناطيسية وهذه عبارة عن ذواكر قديمة جدا يمكن أنا شهدت آخر حاجة اسمها الفلوب ديسك تمام يمكن في التسعينات آخر حاجة في التسعينات ظهر الفلوب ديسك او يعني اختفى تقريبا من بعد التسعينات لم يظهر الفلوب ديسك من بداية الألفينات خلص يعني تقريبا يمكن نص اللي بيشاهدني او بيحضر هاد الحلقة ما بيعرف شو يعني الفلوب ديسك هو عبارة عن قرص بالظبط زي هذا تمام ويتم تخزين عليه تقريبا حجمه واحد ميجا بايت كنا نخز الملف عليه ونجري جرايه على المكتب عشان نطبعه ويعني كانت مشاكله كتيرة جدا في طبعا هذا الشريط هاد اسمه شريط المسجلات يسموه بالانجليزي Digital Audio Tape شريط مسجلات كانوا يحطوه برضو في المسجلات ويخزنوا عليه بعض الداتا يسجلوا عليه صوتهم او يسمعوا منه ايش بعض الأغاني والأنشيد والصوتيات طبعا في حاجات تانية يمكن اخر حاجة منه لكن لسه ضايلة موجودة في اجهزتنا اللي هي الهاردسك الهاردسك هي عبارة عن ذاكرة ولكن ذاكرة مغناطيسية لانه يتم تخزين هيبينات الواحد والصفر على شكل ايش مفيض مغناطيسي موجود على القرص الصلب تمام هذا هو الوحيد اللي ضايل ولكن الباقي تقريبا شبه اختفى اخر حاجة وهي الان مشهورة وهي طبعا زمنها السيمي كوندكتور او الذواكر اشباه الموصلات طبعا تحتوي على انواع كتير جدا وبصراحة العلم مش راضي يوقف في هذا المنطقة يعني دائما بنتجينا حاجة جديدة كل كم من سنة ولكن بنقسمه يعني بشكل اساسي لقسمين قسم بسموه ذواكر للقراءة فقط فقط انت بتقرأ الموجود عليها بسموها الريد اونلي ميموري الروم بعد هيك انا لما حكي كلمة روم معناته للقراءة فقط طبعا ممكن يصنعوها من ترانزسترات بايبولر او ترانزسترات موسفت هنشوف بعد شوية وطبعا في انواع كتير منها يمكن اشهرها الان في بعض الاجهزة زي الريسيفر والتلفزيونات وبعض الاكس بوكس والحاجات هادي فيها الاي اي بي روم اللي عبارة عن ذاكرة للقراءة فقط تمام ولكن قابلة للمسح اي اي يعني الايكتريكالي اريزابل قابلة للمسح ولكن ايش هي فقط للقراءة فقط طبعا القراءة فقط من اللي كتب عليها اول واحد هو بكون الشركة كتبت عليها بعض البيانات ولكن لا تسمح انك تغيرها ولكن بعض الاي اي بي روم طبعا احنا كمهندسين بنقدر طبعا نعيد برمجتها ونغيرها لانه تسمح لنا هذه التقنية بانه نعيد برمجتها تمام ولكن الجميل في هذه الذواكر انها لا تفقد البيانات باطفاء الكهرباء عنها وبالتالي انا لما يطف الكهرباء عن الجهاز او اشيل الميموري هذا وحطه في الجهاز اخر لا تفقد البيانات ابدا تعالي نشوف الجزء الاخر بيسموه ذواكر القراءة والكتابة اللي يريد اندرايت ميموري بيسموها بيسموها الرام الراندوم اكسز ميموري طبعا كلمة راندوم اكسز ميموري معناته ذاكرة الوصول العشوائي طبعا هي الروم برضو ذاكرة الوصول العشوائي ولكن هم يعني حاولوا بس يعني يعملوا واحدة تانية ووصول عشوائي لانه هنا يمكن كانوا يواجههم مشكلة ولكن برضو بتتصنع من بايبولر او موسفت ولكن الموسفت ممكن انت تعمله بالاستاتيك حاج اسمها اسرام اكيد اكيد كلكو يمكن لما تروح تشري جهاز الكمبيوتر بقولك اه هذا الجهاز في اسرام او دي رام او ان في رام طبعا احنا بنعرف ايش بلتاتا الفرق بينهم ولكن اليوم هذكر فروقات بسيطة عنهم عشان انت ايش تعرف تقنيا ايش بحكي عليه هذا الرام طبعا يا شباب لما نيجي نحكي عن الميموريز هل بنقصد نحكي عن يعني دوائر كتير معقدة ومخيفة وبنا نقعد يعني هيك اشهر عشان نصممها لا بتحكيه لك خليها نبدأ القصة من اول مش معناته ميموري او ذاكرة معناته لازم نحكي عن حاجات معقدة اطلع الى الدائرة هادى اللي قدامك هادى الدائرة عبارة عن سويتش له اكتر من موضع ممكن تحطه على موضع صفر او واحد لحد سبعة وموصل بمجموعة من الدايودات موصلة كل يعني كل صف من الصفوف محطوط الدايودات بشكل مختلف عن الثاني تمام وكل طبعا صف من الصفوف مكتوب له اسم هنا رو واحد رو اثنين الصف الاول الثاني الثالث طبعا كل الدايود هنا موصل بخمسة فولت بمقاومة ولكن في نفس الوقت احنا ماخدين من ورا المقاومة لحد الاخير مسمينهم احنا دي صفر دي واحد دي اثنين ودي ثلاثة طيب ايش يعني القصة هادى ايش بيمثل هادى الدائرة تعالي نشوف الغاله لما انا احط المفتاح على التبوزشن صفر او الموقع الرقم صفر او العنوان خلينا نسمي العنوان صفر تماماش بيعمل؟ بيوصل الارضي بهذا العنوان تمام؟ والارض بروح بيخلي الدايود هادى يتوصل بالارضي بيخلي الدايود هاه بتوصل بالارضي بيخلي الدايود هاهário توصل بالارضي هنا ما فيه دايود تمام؟ طب 백신 Dulامية طب reaction öyo بيصير؟ تعالي نشوف لما احنا نوصل الكاثود بالارضي شو بصير بالدايود هادا؟ الدايود هادا بصير ON بصير شغال شو يعني بصير حواليه تقريباً بدناشي نقول 7 من 10 لانه الدايودات هادى يعني بتكون الفولتج دروب تبعتها اقال بكتير من ايش من 7 من 10 لو بدي عملها الميموري ولكن خلينا نقول يا سيدي 7 من 10 7 من 10 اقرب للصفر ولا اقرب للخمسة فولت؟ طبعاً اقرب للصفر فنعتبرها صفر لوجيك تمام؟ حمنا نحكي صفر او واحد الان فهذا الجهد يعتبر صفر لانه تم توصيله بالارضي تمام؟ فالصفر هادا شايفينوا بدا تروحي شباب؟ اين؟ الـ D3 صار صفر يعني بقى لما انا وصل الـ ground بالدايود هادا هنا راح هادا النقطة اتحولت لصفر وخلت D3 صفر وخلت كمان نفس القضية D2 صفر وهنا D1 بصفر طب ايش اخبار D صفر؟ دي صفر يا شباب لما انا وصلت لـ ground خلت دايود هادا يبعت صفر هنا صفر هنا صفر هنا صفر هنا بس هنا ما في دايود يبعت صفر فايش هنا النقطة؟ النقطة بقول لي هنا ما في حاجة تخليها تتوصل بالصفر ولكنها بنفس الوقت متوصل بالواحد فهتبعت هنا ايش؟ واحد شو بمعنى الكلام؟ انه البوزشن او الموقع او الادرس او العنوان صفر يرسل بيانات واحد صفر 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 تعالي نشوف الجدول هادا هايو الموقع صفر بتخلي دي صفر واحد اثنين ثلاثة هي تأخذ البيانات هادي واحد صفر 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 او تعطينا هادا البيانات طيب خلينا نحول على البوزشن رقم واحد ايش هيصير؟ الدايود هادا هيخلي النقطة هادا صفر معناته ايش؟ الدي ثلاثة بصفر ما فيش عندي اثنين في عندي واحد وعندي صفر برضو دايودين هيخليهم صفر صفر تمام؟ ايش هيصير؟ صفر واحد صفر صفر شايفين كيف؟ طبعا عندي اثنين وثلاثة وعند الاخير كل واحد من هدولا هيبعت لي ايش؟ مجموعة من البيانات مختلفة تماما عن التاني تمام؟ او مجموعة بيانات مختلفة حسب اختلاف الدايودات الموجودة هنا طيب هل هاد اسمها ذاكرة؟ طبعا اسمها ذاكرة لو انا شلت الباور حتى رحت شغلتها تاني شلت الخمسة فولت وروحت شغلتها تاني الدائرة هادا كلها رحت عند الصفر وعند الواحد واثنين هاد ديني هادا الجدول تاني مرة ولا لا؟ طبعا هاد ديني يبقى هو يتذكر البيانات تمام؟ وهو عبارة عن خزن البيانات اللي هي هادي وطبعا انت بتغييرك لموقع الدايودات ممكن تغير ايش البيانات هادي فهاد الدائرة اسمها ذاكرة ويمكن تسميها كمان read only memory ذاكرة للقراءة فقط ليش القراءة فقط؟ لانه انت بتقدرش تغير فيها الا اذا غيرت الحام هذه الدايودات ولكن انت لو سبتهم زي ما هما ما بتقدر تغير تمام؟ هادي اعتبر القراءة فقط لما انت تحط الادرس صفر او واحد او اثنين هاي بسمي انا ادرس ادرس معناته ايش؟ العنوان او الصف تمام؟ الصف الاول الثاني الثالث الرابع بروح ببعتلي مباشرة البيانات المخزنة فيه طبعا انا كيف قزنت هاد البيانات؟ عن طريق اختياري لموقع ايش الدايود تمام؟ فهذه هي عبارة عن ذاكرة بكل بساطة ابسط ذاكرة انت بتشوفها طبعا واحد بقول لي او والله هاد هي حاجة فخمة يعني انك تعمل ذاكرة بسيطة جدا بدايودات وفقط مقاومات بقول لك يا شباب هذا هو وظيفتي في دورة التصميم الالكتروني المحترف انا فعلا خليتك تستعمل الالكترونيات المجردة اللي هي الدايودات والمكثفات والمقاومات والسويتشز فانك تعمل ميموري فانك تعمل حاجات معقدة فانك تعمل بي سي تي دي كودر يعني معقد بس ايش باسلوب يعني بس بدايودات تمام؟ وهذا هو الفهم الحقيقي للالكترونيات يا شباب لو انا يمكن حكيت قبل هذه الحلقة وقبل هذه السلايب لو سألت كل الشباب قلت لهم بدي اخزن هذا الجدول في ذاكرة يلا كل واحد يخترح يعني حل الموضوع كلكم هتقولولي اه خلينا نبرمجه بالاردوينو او بالبك او بالميموري او نحط على الاي اي بي روم بقول لك هاي هاده ارخص واسهل ويعني مش محتاجين كل هاللخة هذا لو طبعا انا بس بدي اعمل عملية تخزين وليس تغيير تمام؟ فيعني كل حل يا شباب كل حل صحيح ولكن ليس كل حل مقبول او غير مقبول حسب انت طالبك تمام؟ تعالي نشوف الان بتوسيع الدائرة شوية بدل ما نحط السويتش هنا هي هاده الدائرة نفسه هنا ولكن بدل ما نحط السويتش روح نحطينا دي كودر ايش الدي كودر؟ بياخد ثلاث خطوط وبطلع وبفعل واحد من التمانية تمام؟ هاي الثلاث خطوط هادولا ممكن ياخدوا البيانات من صفر 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 الى واحد 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 وكل مرة بحط انا هنا يعني بيانات مختلفة هنا يعني صفر 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 بروح يفعلي اول واحد شو يعني يفعله؟ يفعله معناته يوصله بالصفر بالجراوند تمام؟ لما يوصل بالجراوند احنا عارفين ايش بيسوي هادول الديودات الثلاثة واش بيطلع هنا؟ وبالتالي صار هاد يعتبر عنوان البيانات اللي في الصف الاول تمام؟ الصفر صفر صفر عنوان البيانات في الصف الاول بداش نسمي صف الاول خليه صفر صفر تمام؟ هادي 001 يعتبر بيانات الصف الاول 00111 بيانات الصف السابع تمام ايش ما يكون البيانات مش مشكلة المهم انا بقدر اصلها عن طريق ايش عن طريق تحديد العنوان هنا فعشان هيك شباب احنا فعليا بهذه الطريقة اعملنا حاجة اسمها روم من 8 صفوف من صفر الى 7 طبعا وممكن اصل لأي صف انا بدي اياه لأي بنات انا عايزها عن طريق ان احط ايش الادرس او العنوان تبعها هذا هو عبارة عن ذاكر من ذواكر ولكن زي ما احنا شايفين هنا احنا حاطين دايودات تمام ولكن بعد هيك هم غيروا دايودات هدولا بفيوزات وبعد هيك الفيوزات هدولا ممكن تنحرق ممكن تبرمج وصار حاجة اسمها عنا eep rom وصار عنا حاجة اسمها روم وبعد هيك صار في عنا رامات وما شابه الآن يا شباب زي ما قلت لك هاي الديكودر هنا ولكن بدال الديودات ايش صار صار في عنا حاجة اسمها خلية خلية تخزين الخلية التخزين هاده بتتكون من حاجة شبه هاده تمام هايها كويس عبارة عن ترانزيستور الترانزيستور هاده لو شغال ها لو شغال شو هيبعت لهذا البص لهذا النقطة اللي رايحة تحت 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 على دي 0.1.2.3 هاده تمام هياخد واحد اللي هو البي سي سي لو الترانزيستور شغال طب متى الترانزيستور بدي يشتغل الترانزيستور هيشتغل لما الفيوز هاده يكون واصله تمام واصل وما ياخد خمسة فولت من هاده النقطة يبقي هاده لو خمسة فولت تمام هتوصل عبر الفيوز لمين للترانزيستور هتخليه ساتيوريشن ومشبع هتخلي الخمسة فولت تنزل على مين على دي 0 او واحد او اثنين او الثلاثة هيبعت يعني واحد تمام لكن لو الفيوز هاده انا حرقته شو يعني حرقته مانته خلص انا بواسطة البرمجة او بجهود معينة روحت هذا الفيوز انحرق معايا او انا حرقته بالعمدا ايش هيصير هل هيصير لترانزيستور هذا ساتيوريشن لا هيكون كت اوف قطع يعني كأنه مش موجود طب ايش هيتم ارسال لهذا الدي 0123 اللي تحت هتم ارسالها صفر لانه خلص ما فيش الفي سي سي لا تخرج ابدا عبر الترانزيستور تمام وهذا بالضبط اللي احنا عاملينه هنا وهذا ايش فعليا المخزن هنا تعالوا نشوف الان كيف بيخزنه صفر والواحد بيخزنه يا شباب الصفر عن طريق انه يحرق هذا الفيوز شايفينه حرقين الفيوز هنا بتاتا فالترانزيستور هذا كأنه مش موجود الفي سي سي مش هتوصل هاده النقطة وايش هيصال تحت هيصال طبعا الصفر ليش لانه هنا فيه بول داون رزيستور شايفين هنا فيه ايش يعني الصفر هيجي هيك وهيروح هنا لكن لو انت بعثت عن طريق الخلية هذي 5 فولت هتروح الـ 5 فولت طبعا هنا احنا بنخزن صفر هذي عبارة عن خلية تخزين صفر وهذي بقولك الفيوز ما حدا حرقه خلوه زي ما هو تمام فهذا بتخزن ايش واحد ليش انه دائما بتطلع لك واحد لما انت بدك اياها كويس طبعا واحد بقول لي اوكي ممكن هذي الرام او هذي الروم يعملها بالترانزيستور البايبورة بي ان بي و ان بي ان او ممكن يعملها بالموسفت وبسموها موسفت تمام وبالتالي ما فيش عندنا مشكلة هو نفس الدائرة بتخزن صفر اذا انت حرق الفيوز او بتخزن واحد اذا انت سايب الفيوز كيف بنحرق الفيوز وكيف بنسيبه عن طريق مبرمجات وهذه المبرمجات هما من الشركات بصنعوها خاصة حسب هم عارفين كيف يحرق الفيوزات لانه هم عارفين قديش التيار او الجهد اللي بحرق الفيوز فالمبرمجة بتروح تحط هذا التيار والجهد وبتحرق الفيوز وبتخزن لك صفر او واحد حسب اختيارهم اي ترانزيستور عايز يحرقه او لا هدول الشباب الفيوزات في بعضهم لا يمكن معالجته شو يعني انت مدام حركته خلص انتهى اتخزن صفر الى الابد او تخزن واحد الى الابد اذا ما حركتوش ولكن اخترع فيوزات اسمها programmable fuse programmable يعني انت ممكن تعيد احياؤه مرة تانية طبعا بكونش الفيوزة شباب عبارة عن سيلك لا بكون حاجة تانية تمام وبكون اعادة احياء لهذا الفيوز مرة تانية وبالتالي انت ممكن تعيد تخزين بيانات مختلفة اخرى كويس هذا شباب اسمها الروم ولما اللي بكون الفيوز ممكن اعادة احياءه بيسموه ال p-rom p يعني programmable rome تمام ولما تكون انت قادر على اعادة احياءه وتغيير البيانات تمام يعني انت ممكن تمحي وتحط بيانات تانية وتمحي وتحط بيانات تالتة بيسموها eep-rom اوكي el-arrasable el-arrasable programmable rome تمام فهذا عبارة عن الروم شايفين الروم عبارة عن transistor و fuse بس هذا هو الروم طب ايش تختلف عن مثلا الرام الرام يا شباب السلة اللي انتو شفتوها قبل شوية ما فيش فيها بس transistor بتوصل 1 و 0 لا فيها حاجة اسمها زي flip flop latch اللاتش هذا او flip flop اخذناه في المحضرات السابقة يابيخزن 0 يابيخزن 1 طيب ايش بسموها هاد الخليا اللي فيها latch او فيها flip flop او الماسك بسموها static ram هادي الرام هادي الرام يا شباب شايفينها ليش بسموها رام لانها قابلة القراءة وقابلة للكتابة ولكنها برضو تفقد البيانات عند اطفاء الكهرباء عليها ليش لانه لما اطفى الكهرباء عليها لازم اعمل لاتش مرة تانية لازم اشغل لفليب بفلوب مرة تانية واقوله شو يخزن 0 او 1 تمام ولكن الروم لأ مدام انت حركت الفيوز او ما حركتو خلص الواحد والصفر مخزنات هنا ما في فيوز نحرقها شايفينها هنا عبارة عن فليب بفلوب محطوط 6 ترانزسترات هي بتخزن الواحد والصفر طول ما الكهرباء موجودة قطعت عليها الكهرباء خلص هادي بسموها الستاتيك رام ولكن في رام مختلفة اسمها الديناميك رام دي رام هادي اسمها اسرام هادي الدي رام ايش الفريق بقولك لا فيه 6 ترانزسترات ولا محزنوا هو ترانزستر ومكفف كباستر طب ايش بتعمل هادي كيف تعمل الديناميك هادي ادامك بقولك لو انت بدك تخزن واحد بتروح تشغل ترانزستر وبتحط واحد هنا بروح الواحد يشحن المكفف خلص تشحن المكفف وبعدين بفصل لترانزستر وبيصير هنا المكفف الواحد واحد دائم واحد تمام طبعا المصيبة انه اثناء القراءة نفترض بدي اقرأ البيانات الان لما بدأ قرأ البيانات هقول لترانزستر هذا اشتغل عشان اشوف ايش مخزن هشوف ايش مخزن واحد ولا صفر اثناء عملية القراءة وشوفتي للشحنة اللي هنا بتتفرغ شحنة منها عملية التفريغ هادي مشكلة فبقولك الدي رام لازم انت لما تخزن البيانات كل شوية تعيد تخزين نفس البيانات بسموها يعني انه انت لازم تعمل ريفرشنج او انعاش لهذا الميموري كل شوية بتعمل عملية انعاش كل شوية بتروح تبعت نفس البيانات عشان المكثف لا يفقدها ولما تيجي تقرأ البيانات تمام هتفقد الشحنة شوية فبتعيد كتابة البيانات اللي انت قرأتها انا افترض انا افتحت ترانزستر هذا وروح تشوفت فيه واحد تمام بروح بعد ما اقرأ بروح بحط واحد مرة تانية عشان الشحنة تضلها تمام ونفس الاشي لما شوف فيه صفر بروح بأكد على الصفر تمام فهذا الديرام يا شباب شغلها شوية بطيء ابطأ من الاسرام عشان عملية الشحن والتفريغ وعملية انه انا كل شوية بدي اعيد الشحن الشحنت قبل هيك ولكنها شايفين ارخص واقل اقل يعني صعوبة في التصنيع لانه عبارة عمكثف وترانزستر فقط ولكن هنا ستة ترانزسترات تمام فهو هذا الفرق بين الديرام والاسرام الاسرام اسرع ولكنها اعقد شوية ولكن احنا شفنا نوع ثالث الاسرام يفقد البيانات عند اطفاء الكهرباء الديرام تفقد البيانات عند اطفاء الكهرباء ولكن في نوع ثالث اسمه النون فولاتايل رام النون فولاتايل رام اللي هي بسموها بالعرب الفلاش الفلاش اللي انت بتاخدها وبتحط عليها بيانات واشي هادي عبارة عن رام ولكن الرام هادي لا تفقد البيانات باطفاء الكهرباء عنها طب هذي الاسرام عبارة عن فلب فلوب لاتش الفولاتايل او الدي رام تمام عبارة عن ترانزستر وعبارة عن بس مكفف طيب ايش الفلاشة الفلاش بيقولك عبارة عن موسفت تمام ولكن الموسفت هذا اله حاجة اسمها فلوتينج جيت بوابة عائمة طبعا التفاصيل في الامر هذا بنخش في موضوع تاني ومش محتاجين انه نقرأ عنه بتاتا بتاتا هذي بخص الناس المصنعين هذي اسمها بوابة عائمة بتخلى الترانزستر هذا يحتفظ بشحنته حتى لو طفت الكهرباء تمام يعني لو كان في واحد او في صفر هو البوابة العائمة هذي بتخليه يحتفظ بهذه الشحرة تمام وهذي بيسموها الفلاش او النون فولاتايل او الان في رام ان في رام وهذا هو الفريق بينهم التلاتة طيب الان افترض انا عندي كان هنا عبارة عن ذاكرة ان كانت رام ان كانت روم ان كانت اي حاجة غالبا يعني يمكن رام فالرام هذا انا عشان اصل لاي بايت من هذول بايتات كلمة بايت معناته 8 بيت وفعلا هنا 8 خنات كل بايت 8 خنات هذا الرام تستطيع تخزين 64 بايت 64 بايت وانا كل واحد منهم ايش صف من الصفوف عشان اصل لاي صف من الصفوف لازم اعرف عنوانه عشانك في عندي حاجة اسمها ايش الادرس ديكودر هنا انا بحط عنوان هنا فبروح بفاعلي الصف تبعه وبروح بقرأ البيانات او بكتب عليها تمام عملية الكتابة او القراءة بتتم عبر ايش عبر يعني طرف ريد او رايت لو انا بدي اكتب بيانات فبحضر بياناتي هنا هاي وبحضرها هنا وبعدين بختاري الادرس فبروح بفاعلي البيت اللي انا بدي اكتب عليه وبعدين بكتب هنا ايش اعمل عملية يالله رايت اني ابعد صفر فبصير هنا واحد الواحد بروح بفعلي هدول بياخذ البيانات هدول كلها وبيخزلي اياه في البيت اللي انا عايزه تمام طيب لو بدي عمل عملية قراءة عملية قراءة بروح بفعل الادرس اللي انا بدي اياه افترض بدي اقرأ من البيت خمسة بروح بفعل الادرس بحيث يفعلي البيت رايت خمسة وفي نفس الوقت ببعت هنا واحد الواحد هنا ايش بيسوي بفعلي هدول الصفوف بقول لهم اتفاعلوا هادي عبارة عن بفرة يا شباب فقط اوكي وبيجيب البيانات من البيت رايت خمسة وبودي لي اياهم هنا للرام ادرس لازم تعرف عنوان اللي بدك تروحه وايش اللي بدك تخزنه متى تحضره وبعدين ايش بتروح بتشغل الريد او الريد لو كان انا عندي رامات كتيرة جدا نفس القضية كلهم بيشتركوا بنفس الادرس بس هدا بنسميه عبارة عن ناقل العناوين تماما الحين بحط لك الحاجات بالعربة بعد شوية وهدي البيانات اللي بتروحه بتيجي هادي عبارة عن ناقل البيانات تمام بتحط ناقل العناوين وبتفاعل انت اي رام بدك اياها عن طريقة chip select تمام الـ chip select هو عبارة عن اختيار الـ chip او اختيار الرام كويس اي واحد بدك تفاعلها فبتحط مسلا الادرس تبعه هنا بتروح تبعت لك البيانات هنا تمام وطبعا بدك تبع الريد او رايت فبتحط البيانات يعني ازا بدك تعمل رايت بتحط البيانات هنا وبتبعت ايش للرام او بدك تعمل ريد بتحط البيانات بتكون يعني بتحط العنوان وبعدين ايش بتحط البيانات بتوصل البيانات فبتطلع ايش على الـ data فدائما يا شباب بيكون في عنا two buses اتنين من البصات بص اسمه address وبص اسمه data طبعا هذي عبارة عن يعني يعني نفس العملية بالظغط ولكن برسمة مختلفة في عندي هنا data بص بياخد وبيعطي لكل رام وانا بختار كل رام عن طريق مين للـ chip select طب مين للـ chip select اللي انا هفعله عن طريق مين هنا مستعمل decoder يعني ها طريقة ثانية مستعمل decoder عشان يفعل chip select الاولى او الـ RAM 0 او الواحد او الاثنين او ثلاثة ليش لانا شباب لما يبعت هنا العنوان صفر نفترض حط صفر 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 تمام طب الصفر صفر صفر هتروح لهذا وهذا 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 هل كلهم هيبعتوا البيانات تبعتهم للبص طبعا هيك مشكلة ممنوع كلهم يبعتوا في نفس الوقت لازم واحد بس اللي يبعت طب عشان هيك احنا ايش لازم نفعل فقط وحدة عن طريق chip select طب انا لو بدي ايهم مرتبين يعني انا بدي الرام صفر تكون من صفر الى العنوان عشرة وبعدين من العنوان رقم 11 لعشرين هنا وبعدين من 21 لتلاتين هنا ومن 30 لأربعين هنا تمام كيف اعملها بقولك بكل بساطة عن طريق برضو decoder هذا انت لما يكون العنوان من صفر الى عشرة هتتفاعل عندك الرام رقم صفر يعني ال decoder هذا بيعرف العنوان بفاعل من صفر الى عشرة بفاعل الرام هذي او اذا كان من 11 لعشرين بفاعل الرام هذي من 20 لتلاتين بفاعل هذي من 30 لأربعين بفاعل هذي وهذا تقريبا يعني الجدول بفهمنا انه اه والله هو ما يخذ عشان يفرق بين الثلات الاربع عرامات هذولا ما يخذ البتات اللي هو 8 و 9 و 10 من الادرس الادرس الشباب من صفر مش من صفر الى 7 لأ من صفر الى 15 تمام من صفر الى 15 كويس فبقول لك انا عشان يعني اختار بين رام 0 1 2 3 استعمل البتات اللي هو A8 و 19 لقى انه لما يحط مثلا A8 و 19 كلهم صفار بالشكل هذا تمام انه بيقول IC رام 0 تم اختيارك لما يحط وحايد هنا كأنه واحد شوف كلهم وحايد 001 001 001 فبتفعل الرام الاولى لما يكون 010 0000 001 00 00 فعل الرام التانية لما يكون 011 11 11 11 فعل الرام التالتة ممكن يمشي لحد 8 رامات اوكي لكن لو بدك انت بس 4 رامات حتى 8 9 8 9 فقط يكفو وبينك يا شباب هذا تقريبا الميموري انا شرحت لك التركيب الداخلي والفرق بين انواعها والان كيف يتم عملية القراءة والكتابة انت مش لازم تنفذ هذا الكلام عمليا لانه اللي بنفذ الكلام عمليا هو اللي بصنع البروسيسورز او اللي بتعامل مع ميموري كتير وبيصنع انظمة شوي معقدة تمام ولازم تكون طبعا شوية تعرف برمجة والكلام هذا كله وإلا مش هتقدر يعني تتعامل مع هيك يعني دواكر عشان هيك المرحلة بعد هادي الدورة هي انك تتعلم برمجة برمجة حكمات وبرمجة مايكرو كنترول عشان عشان تقدر تتعامل مع الشرائح هادي بالعربي هاي شريحة وفي لها انك تكتب او تقرأ تمام وهنا محلل شفرة العنوين وهنا مسار العنوين انت بتحط هنا العنوان اللي بدك تقرأ او تكتب اله وبعدين بتقول بدي اقرأ بدي اكتب وبعدين البيانات يا اما بتطلع منه وفي حالة القراءة يا اما بتدخل اله في حالة الكتابة لو انا بدي اعمل عملية كتابة ها كتابة على هذا المكان مسلا بدي اكتب رقم واحد او اثنين او حرف W من وليد بجهز حرف W اللي هو يعني الكود تبعه بالواحد والصفر تمام بس نجهز حرف W بنقول له استنى هنا بنختار العنوان اللي هو مسلا صفر واحد واحد لانه هذا عبارة عن هذا الصف عبارة عن التالت الصف التالت فبقول صفر واحد واحد روح على الصف التالت يا محل شفرات بفعل لهذا الصف وبجهز البيانات وبقول له عملية ايش write اق كتابة تمام فبروح حرف W يجي ويتخزن هنا وبعدين خلاص بنوقف العملية لكن لو بدعم العملية قراءة من الصف التالت الان بدي اقرأ حرف W بقول له محل او مسار العنوين روح شوف ليه الصف رقم ثلاثة بدي اشوف ايش فيه بيانات فبروح بفعلها عن طريق ارسال صفر واحد واحد لمحل الشفرات محل الشفرات بقول اه انت يعني بدك العنوان رقم ثلاثة راح فعل العنوان رقم ثلاثة وبعدين مسار البيانات بقول انا استقبلت الحين البيانات قادرة على قراءتها وهرسلها للبروستور هرسلها وين ما بدك هرسلها لا اي مكان او اي قطعة انت عايزها وباك شباب احنا جدا فاتمنى تكون عجبتك الفيديو ان شاء الله المحاضرة الجاي هتكون محاضرة يعني ماذا بعد ذلك ايش بدنا نفكر في بعد الالكترونية الرقمية ايش التقنيات اللي احنا لازم نهتم فيها بعد عشان نطور حالنا وعلى ايش نركز ايش في حاجات في السوق وايش اختلافات بينهم زي مثلا المايكرو الكونترولر الاف بي جي والحاجات هادي كلها ان شاء الله بدي أدي لمحة بسيطة عنها وارتب الافكار لانه كثير كثير من الشباب شباب افكارهم مشوشة بالنسبة موضوع هذا فأنا بترك اكتب لك افكار عن طريق خطة ويا ريت قبل ما تشوف الفيديو الجاي تكون شايف فيديو عن خطة الدراسة اللي